موسيقى وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى اليابان آخر محطة في جولتها الأسيوية قادمة من كوريا الجنوبية وستلتقي بيلوسي برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا علاوة على رئيس مجلس النواب وقد أثارت بيلوسي التوتر بين بلادها والصين على خلفية زيارتها المثيرة للجدل إلى تايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها قال الحزب الحاكم في تايوان إن التدريبات العسكرية الصينية تثير التوتر في المنطقة وصفة إياها بغير المشروع أعلنت تصين عن مناورات عسكرية في المناطق المحيطة بتايوان تستمر عدة أيام عقب زيارة رئيسة مجلس نواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبي حرب بلا رصاص وتصريحات كالنار هكذا يمكن وصف المشهد القائم بين الصين وتايوان فالجيش التايواني صرح باستعداده للحرب لكنه أكد أنه لا يسعى لها وذلك عقب تنفيذ الصين أكبر مناورات عسكرية في التاريخ حول جزيرة ذاتية الحكم والتي تعدها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها المصادر أشارت إلى أن الجيش الصيني أطلق مقذوفات باتجاه مضيق تايوان بعيد بدء المناورات واسعة النطاق لترد من جانبها سلطات تايوان على أن التحركات العسكرية التي تجريها بكين تهدد أمن شرق آسيا حيث أصدرت وزارة الدفاع التايوانية بيانا اتهمت فيه الحكومة الصينية بالسلوك غير العقلني من خلال تدريباتها بالذخيرة الحية مبينة أن المناورات تهدف إلى تغيير الوضع القائم وتعطيل السلام والاستقرار الإقليميين وفي السياق ذاته قال الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايبيه إن التدريبات العسكرية الصينية تثير التوتر في المنطقة واصفا إياها بأنها غير مشروعة المواقف الخارجية كانت صارمة بخصوص التحركات الصينية حيث ندد الاتحاد الأوروبي بإجراء المناورات العسكرية حول تايوان مبينا أنه لا يوجد مبرر لاستخدام الدبلوماسية كذريعة لنشاط عسكري عدائي في مضيق تايوان من جهتهم حض وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا على ضبط النفس محذرين من أن الوضع قد يؤدي إلى نزاعات مفتوحة في حين أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع تجديد التزامها المشترك والثابت بالحفاظ على النظام القائم على القوانين والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وخارجه التوتر في أقصى الشرق يتصدر المشهد وفتيل الأزمة بين بكين وتايبي بدأ يشتعل على إثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان فزيارة بيلوسي تسببت في شحن الأجواء حول الجزيرة التي تعد جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية على حد وصف الأخيرة في غضون ذلك تتواصل في العاصمة الكمبودية اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق أسيا أسيان تناقش الاجتماعات ملفات دولية عدة بينها الحرب أوكرانيا والتوتر بشأن تايوان بحضور مزيج غير متجانس قوامه وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين تتواصل في العاصمة الكمبودية بنومبينة سلسلة الاجتماعات بين الدول رابطة جنوب شرق أسيا أسيان من جهة وأشركائها من جهة أخرى بالنسبة للقوى العظمى ليس الحضور إجباريا بالتأكيد ولا هو لاقتناص الفرص أو التنافس عليها بل هو في ظل الأوضاع العالمية الحالية أقرب ما يكون لتسجيل الحضور في الدفترة ومنع الخصم من الاستفراد ببث رؤاه وتصوراته والغناء على ليلاه أبرز الملفات الإقليمية على مائدة المدعوين هي قضايا الحرب في أوكرانيا والتوتر بشأن تايوان والأزمة السياسية في مينمار بشأن تايوان ادعى وزراء خارجية أسيان إلى ضبط النفس بالتزامن مع إجراء الصين مناورات عسكرية قرب الجزيرة محذرين من أن الوضع قد يؤدي إلى نزاعات مفتوحة على وتر تايوان عزف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الذي جدد معارضة بلاده لما وصفها بالجهود الأحادية لتغيير الوضع الراهن في الجزيرة وعلى الوتر ذاته كذلك عزف ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ندد بالمناورات العسكرية الصينية ناعتا إياها بغير المبررة ولو من باب زيارة بلوسي إلى تايوان وبشأن مينمار دعت مسودة البيان المشترك للرابطة وفق تسريبات إلى دعوة المجلس العسكري الحاكم في مينمار لإبرام اتفاقيات مع آسيان بما في ذلك اتفاق لإنهاء العنف بشكل فوري ملف الانقلاب في مينمار وعنف العسكر هو أيضا مادة خصبة ومحل خلاف بين أقطاب الساحة الدولية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد خلال زيارة لهذا البلد قبل اجتماعات أسيان أن بلاده تدعم جهود المجموعة العسكرية لتحقيق الاستقرار وهو موقف يناقض موقف واشنطن التي عارضت انقلاب العسكر وفرضت عقوبات على قادته وبشأن الحرب في أوكرانيا فإنه من نافلة القول أن اجتماعات أسيان لن تقدم أو تؤخر أو تحدث خرقا في جدار الأزمة بل إن الاجتماعات في أحسن الأحوال ستكون فرصة لترويج بضاعة واشنطن وحلفائها من جهة وموسكو من جهة أخرى يقول دبلوماسيون وباحثون في العلاقات الدولية إن منطقة جنوب شرق آسيا كانت وما زالت مفترقة طرق استراتيجيا فيها تتقاطع مصالح القوى العظمى وتتعارض وهي تبعا لذلك منطقة متعددة الأقطاب ولا تخضع لسيطرة أي قوة خارجية واحدة وقليل المنافسة فيها إن وجد يدور بين واشنطن وبكين اتجاه هاتين القوتين العظميين إن نسجت كل دولة من دول جنوب شرق آسيا نهجها بطرق خاصة إن المنطقة وفق قول الباحثين نهج فريد يدرس في سياسة اللامع ولا ضد إلا ما خلا من استثناءات لا تعد عن كونها هوامش بحثية نضم إلينا من واشنطن الصحفي والباحث السياسي توماس جورج سيان أهلا وسهلا بك معنا سيد توماس كيف تعاملت الصحافة الأمريكية مع زيارة بيلوسي من البداية وحتى نهايتها مع وجود كل ردود الفعل الصينية على هذه الزيارة بالتأكيد الصحافة الأمريكية المتعددة الأوجه ومتعددة الاتجاهات تناولت الموضوع أو تناولت زيارة بيلوسي بشكل أو آخر حسب ما تراه وما تراه أنه كان في البداية طبعا هناك نوع من الجدل السياسي اللي هدارة في واشنطن فكان هناك إنعاتي في هذا الجدل وثم كان هناك زيارة في نفسها وما حدث من ردود الفعل الصينية فيما يتعلق بأنها نوع من اللعب بالنار وبالتأكيد هناك أسواب طالبات وحتى صحيفة واشنطن بولس المعروفة والشهيرة كانت باستحية لها أن التوقيت الزيارة غير حقلاني وغير منطقي وأن هناك نوع من الاستجاز ولكن بشكل أو آخر هذا التفاعل ليس بالشبب موقف أمريكا الواضح والصريح بذي يتعلق ببايوان وشياسة السين الواحدة ولكن يتعلق بتوقيت الزيارة سواء كما هذا التوقيت ولكن في نفس الوقت هناك انتقراضات واشعة موجهة للسين أنها تتغل هذه المواصف هذا يجيز زيارة تحقيدا في خلق نوع من التوطر ودفع المواصف المتشدرة بشيء أو آخر من جانب أو آخر نعم وبالنسبة للرأي العام الأمريكي كيف يقيم هذه الزيارة هل يعتبر بأن الديمقراطية الأمريكية انتصرت عندما قامت بلوسي بهذه الزيارة لا أعتقد أن الرأي العام الأمريكي يتفاعل مع مثل هذه الزيارة الخارجية وتحديدا فيما تستطيع تصيبه بأن انتصاب الديمقراطية والهزام الديكتاتورية ومثل هذه الأشياء فالموضوع أكبر أو هناك طاق هزامات أخرى لدى الشارع الأمريكي أو لدى رأي العام الأمريكي بما تخص التضخم وزيادة الأسعار وكل هذه الأشياء سياسة خارجية تتعلق إذا تتعلق أشياء تتصل بالمربود الاقتصادي والمالي على المجتمع الأمريكي بشكل أو آخر فبالتالي المبالغة أو التأويل أو التهويل أو التهويل من كل ما يقال على الشارع الأمريكي من وسائل أو وسائل تواصل اجتماعي وصوشل ميديا وكل هذه الأشياء هناك شرط وجذب التأكيد ولكن لا هذا يعني أن هناك اجتمام خبير لما يحدث في الصين أو بشكل آخر في شرق آسيا إلا في المجتمعات التي تخص مطالبها خصوصا بها من واشنطن صحفي والباحثة السياسية سيد توماس جورج سيان شكرا جزيلا لك